تشهد الطرق بالعاصمة الرياض الكثير من المشاريع التي ستساهم في فك الاختناقات المرورية التي تعاني منها ومن هذه المشاريع طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول والذي شهد تطورا وتغييرا بإنشاء أنفاق به يقع النفق الأول عند تقاطع طريق الأمير تركي مع طريق الأمير محمد بن عبد العزيز أما المشروع الثاني فهو مشروع نفقي طريق الملك سعود المتقاطعين مع طريق الملك خالد وطريق النصرية ودشنا هذه المشاريع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز هذا المسار يعتبر لهذا الشارع وهذا الطريق مقدر لأنه يعتبر موازي لطريق الملك فهد وينقل حركة كبيرة جدا يكون مساند لهذا الشريان المهم وهذه المسارات الرائعة ستؤدي خدمتها للمواطنين إن شاء الله ويسأل المسؤون الفائدة بشكل جيد وأشكرهم على تحملهم صبر لهذه التقاطعات التي يعمل والتحويلات لإنجاز المشروع أنا قلت قبل سنتين تقريبا ليتحملون قليلا وهذه والله عمد النتائج بدأت تظهر وهناك مشاريع قادمة جدا في هذا المجال قطاع البلدي بفضل من الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز يده الله وسمو ولي عهد الأمين سمو ولي ولي العهد حفظهم الله وفي ضوء رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني سيشهد إن شاء الله انطلاقك كبرى وتطور كبير سواء في مجالات مشاريع الخدمات العامة من طرق وأنفاق وتصريف سيول وحدائق وغيرها يعتبر مشروع تطوير وتحصين طريق الملك سعود من أهم المشاريع فهذا الشارع من أهم شوارع الرياض لما يمتلكه من دور في نقل الحركة المرورية لأحياء عدة بالمدينة وكذلك أيضا طريق الأمير ترك بن عبد العزيز الأول والذي سيساهم في المستقبل القريب في ربط أحياء شمال العاصمة بجنوبها وتكلفة تبلغ 270 مليون ريال وكل هذه المشاريع تأتي متوافقة مع ما تسعى له المملكة في رؤيتها القادمة 2030 بتطوير وتحسين الطرق في البلاد خليل الجبيري الإخبارية الرياض